اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد ربما هستين لقد ربما هستين بناء على اللي انت رايح تتصوره دلوقتي انا اقدر ان انا اتحرك في كل ما يخص الالوان على الكاميرا الديجيتال عادي جدا الاضاءة بتخدم ازاي الدراما؟ بالنسبة لنا انا لما بيجي لي سكريبت بقراك ويس جدا بيبقى عندي تصور مع الدراما اللي في السكريبت من هنا ببدأ افكر المود العام للعمل اللي انا داخل اعمله ومبارا عن ايه وكمان جلسات العمل اللي تبقى ما بيني ومبيني المخرج وهي مهندس الدكور في الاخر احنا بنوصل لكونتلوجين احنا عايزين الفيلم دي شكله ايه؟ الدراما بتاعته هي اللي موديانة في السكة دي أستاذ عبد الراوف ايه حبيب؟ احنا جاين لك في استشارة مفضل الحقيقة احنا كنا بنصور واحدة النهاردة كده بنت رزيزة حاولنا نصورها انا ومي حاولت تصورها هي بتبان مضلمة جدا طب الشمس كانت وراها ولا قدامها؟ وراها وراها؟ هنفترض ان احنا ضلمنا كل الرضاء اللي حوالينا دي دي الوقت ايه اللي هيحشون؟ حاجة هشوف التاني معنى كده ان احنا لما بننور بنشوف بنشوف من غير نور الكاميرا دي مش هتحس الكاميرا عمية انا اللي بخليها تشوف في نظرية على اساسها انا بناور النظرية دي اسمها دايرة النور سيركول فلايت هشرح لكم باختصار وبعدين نعملها عملي هنفترض ان فيه شخص واقف في نص دايرة على مسافة معينة من الكاميرا وفيه مصدر للنور المصدر دا هيتحرك في نقطة محددة كل نقطة هيتحرك فيها المصدر بيرسم شكل نور على وش البناء دا من اللي قاعد دا طيب ايه رأيكو بدلا ما نقود نتكلم ما تيجي نشوفها عمالي احسن يري يري على الله ممكن توقف قدام شوية بتحريح هنا النور في المنطقة دي اسمه فرونت لايت إضاءة أمامية احنا هناخد شط لكل حركة علشان يباني التأثير بص الإضاءة الفرونت لايت بتعمل ايه؟ بتملى كل مساحة الوش وما بتعملش نسبة يعني ما بيبقاش فيه نسب ما بين الضل والنور لان هي بتملى تقريبا كل الوش هنتنقل في نقطة ثانية المنطقة دي اسمها منطقة البيترفلاي ليه اسمها البيترفلاي؟ شايفة النقطة دي؟ اللي رسمها المناخير دي نعم الإضاءة عاملة ضل على وشك كأنها جناح فراشة لو تحركنا هنا أكتر اللي هي واخدين بالكو احنا رايحين في سيركل هون احنا بنسمي المنطقة دي في دايرة النور بمنطقة سترينج اللي انها بترسم مثلث في المنطقة دي من النور انت بتنوري لو عايزة تعملي ترينجل هتبقى على مسافة تقريبا مسافة اللمبة بالنسبة للكاميرا بالنسبة للشخص تقريبا هي المسافة دي هو المسمة بيجي من الإفاكت على وشك مش من مكان بالضبط هنروح في المنطقة دي دلوقتي بقى هي على نفس الخط معايا الإضاءة بالضبط انت لو تلاحظ هتبص تلاقي انه بقت فيه تسعين درجة زاوية قايمة ما بينك وما بين اللمبة وزاوية قايمة ما بينك وما بين الكاميرا المنطقة دي في دايرة النور اسمها السايد لايت لانها هي بتنور نص من الوش ونص تاني بيبقى مضلم هنتحرك في منطقة تانية لو روحنا هنا فالمنطقة اللي فيها اللمبة دلوقتي اسمها منطقة باك سايد لايت هيا بتتحكم في المنطقة دي هي بترسم المنطقة في الكاميرا فعلا المنطقة دي من ورا أكثر هنروح في منطقة تانية وراي بقى على طول بالزبط اللي هي عكس بالزبط فرونت لايت ما بينهرب على نفس الخط منطقة دي في دايرة النور اسمها الباك لايت ممكن تقدر تقول عليها الايل مقابل الي حصل علي نفس الدايرة ده هوا هو بيتكرر الأحية التانية أكيد الوصف اللي احنا وقفنا فيها دي هي اللي على أساسها أصلاً بننور هل أنا لما باجأ نور أقدر أستخدم أكتر من منطقة في دارية النور مع بعض؟ ممكن كل حاجة طيب يا رأيكم تيجي نعمل التست للسيتاب بـ 3 لمبات كي وفيلر وباكلايت طبعاً نعمل كده؟ طبعاً يبقى أنا حطيت دلوقتي ثلاث لمبات في أماكن مختلفة سايد فرانت باكسايد هنخفف النور أوه في مكانه بص روح نور اللامبة السايد أيوة ده سايد لايت وبالك بقى لما الفيلر هيدخل هيعمليه أخد بالك النسبة أيوة نحن قد نتحكم بقى في دا زي ما انت شايف كده هقلل الفيلر آه والله بص تزود الفيلر من غاية لما يبقى بص أد الكي بص تبالك؟ أيوة كده هنا بتحكم في النسبة طيب أقللها شوية عشان بس نفرق الكي عن الفيلر أخد بالك هي وراها بلاك وشعراها بلاك طبعاً مش باين أوي مش باين أوي يعني هي والخلفية تقريباً بقى شعراها والخلفية بقى تقريباً شبه بعض أيوة طب يلا ننور الباكلات ونشوف هيعمليه فصلها خليك تحس بأنه فيه لفيل ما بينها وبين الخلفين فهمنا إزاي ممكن نستخدم أكتر من مصدر في دائرة النور علشان نحقق صورة موزونة إضائياً آه فهمنا جداً فيها توازن تمام؟ حد عنده أي أسئلة صعبة في المنطقة دي مش فهمها أو حاجة؟ احنا لازم نجرب لازم نجرب أديكم لازم ضروري احنا استفدنا جداً بجد ونورتنا خليكوا فاكرين إن فيه مصدرين أساسيين للإضاءة مصدر طبيعي زي الشمس ومصدر صناعي زي لنبات الإضاءة مصدر الإضاءة ممكن يكون من خارج الكادر أو من داخل الكادر زي الشمعة أو الأباجور أهم حاجة وإحنا بننور أي مشهد نكون متحكمين في نسبة النور للضل وده اللي بيحدده احنا عايزين نبين إيه من المشهد ممكن تختاروا نقطة أو أكتر في دارية النور لإضاءة اللقطة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقة وهتلاوي تدريب حلقة النهاردة في لينكا يسهل لكم عشانشة دلوقتي نشوفكم الحلقة الجاية مين طف النور؟ أنا خايفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة